بنرحب بكم في بداية حلقة جديدة من عشرة الصفحة في الأهلي وبشكر طبعا كل الزملاء وكل الزميلات اللي سألوا علي الفترة اللي فاتت وحضراتكم شكرا جزيلا دور محكي الكوش بس يعني ايه لازم ناخد بالنا من أقل لدور لأن الواحد ما ينفعش يتعامل مع أدوار البرد على أن هي أدوار برد أنيمور خلاص الموضوع دلوقتي بقى وصل لبعد تاني فبرتمنى السلامة للكل طبعا هرفل عليك حلقة جديدة من عشرة الصفحة في الأهلي وإن شاء الله طبعا عندنا كلام كتير هنتكلم مع حضراتكم فيه متعلق بيئي النادي الأهلي وآخر الأخبار وآخر المستجدات الساعة التانية كالعادة هيكون عندنا فيها فقرتين حواريتين الفقرة الأولى حينورنا من خلالها كابتن خالد مصطفى نجم النادي الأهلي السابق في كرة السلة والفقرة التانية هتكون فقرة كروية بحتة مع كابتن ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق اللي بنسعد دايما موجوده معنا في عشرة الصبح في الأهلي بص بقت هلنخش على طول لازم طبعا نعلق قبل أي حاجة على مطش الأهلي والسينبه كلمنا عنه طبعا الأسبوع الماضي وقلنا بإذن الله تكون مباراة يعني حلو على الصعيد الفني وكمان على صعيد النتيجة هلنقول أن النتيجة انتهت أو المطش انتهى بيت عادل إيجابي 2-2 كان ممكن بصراحة برضو احنا متعودين مع حضراتكم أن احنا ما بنجملش الواقع احنا بنتكلم دايما بمنطق احنا كان ممكن يا كريم نخلص المطش ده من الشوت الأول وكان عندك فرص كتيرة جدا تحط فيه الاعتبار أكيد الغيابات وكل حاجة لكن انت كنت تقدر طبعا عندنا إصابات زي طبعا عبد المنع وكان فيه التأخير اللي عودت علي معلول من المنتخب تونس كلها أمور كنا عارفينها من البداية لكن في المجمل في المجمل احنا كنا نقدر نحقق نتيجة أفضل من كده بس الحمد لله على كل شيء برضو يعني لسه عندنا مباراة ان شاء الله امتش العودة يوم الثلاثة الجاي في استاد القاهرة ناس كتيرة كتألت لك يعني لو اكتفينا بالتعادل مش وحش بس احنا كنا بنأمل يكون فيه نتيجة أفضل لكن على فكرة برضو كاسكور مش سايق جدا الاهم من كل ده من اهم من النتيجة ان انا كنت اشوف فنيات كويسة كنت اشوف لعب كويس على الأرض ده كان محقق بنسبة كبيرة رغم حرجع اقول تاني كان فيه فرص يعني لأسف كان ممكن ان هي لو كملت نروح برضو لمنطقة أفضل بكتير بس اللي حصل حصل متوقعين الأفضل ان شاء الله على ارضنا في مباراة العودة يعني انا مش عارفة انت تابعت المباراة لا بس هل انت برضو زي الناس اللي تابعت شايفة ان كان ممكن نحقق أفضل من كده كأداء كمان طبعا اللي انتنتوي ده مش لوحدك اللي شايفت كل الناس اللي تابعت المباراة دي شايفت كده وكان فعلا مواتش ده ممكن يخرص من الشوت الاول لكن هترجع برضو ونقول ان العاكنالة دي مش عندنا احنا لوحدين يعني بالرغم ان طبعا كلنا ما عندناش ضرر شك في النادي الاهلي ان شاء الله قادر على الفوز في ماتش يوم التلاتق جاي بإذن الرحمن الا ان كولر شخصيا برضو كان يعني على رأس قائمة المتضررين انجاز التصريح التعبير يعني كان ليه اكتر من تصريح مهم من ضمنهم تصريحات اكدت بعد طبعا نهاية الماتش اعرب من خلالها عن عدم رضاه بالمرة عن النتيجة خصوصا ودي نقطة بقى اللي احنا منتكلم مع حضراتكم فيها ان الفريق ضيع فرص كتير جدا ولا سيامة في الشوت الاول يعني منتكلم مش اقل من ثلاث اهداف محققة كان ممكن يسجلها لعيبة النادي الاهلي وبعد التعادل كمان كان محتاج يقفل خط الوسط بشكل اكبر من كده قال كولر نصا علينا ان نتقبل هذه النتيجة وان نقوم بالتركيز في مباراة يوم التلاتة اللي جاي ان شاء الله طبعا احنا بدورنا كلنا ثقة في لعبتنا وفي جهازنا الفني ان شاء الله في قدرتهم على الفوز والتأهل لنصف نهاية دوري السوبر الافريقي